اربع وعشرون ساعة مضت على اعلان الحكومة العراقية انطلاق عملية لبيكيا عراق لتحرير محافظة الانبار من صيدرة داعش قائد عمليات الانبار اللواء الركن قاسم المحمدي اعلن الاربعاء عن تحرير خمسة وستين كيلو مترا من مناطق مدينة الرمادي مؤكدا محاصرة القوات الامنية للمدينة من محورين مهمين القوات الامنية العراقية التي تحظى بدعم من مقاتلي الحجر الشعبي ومقاتلي ابناء العشائر السنية سيطرت وفقا للمحمدي على منافذ رئيسة للمدينة واحتقلت العشرات من عناصر داعش بينهم مقاتلون يحملون جنسيات عربية واجنبية العمليات العسكرية على الارض وفقا لمراقبين تبدو متجهة لتحرير مدينة الفلوجة اولا قبل دخول مدينة الرمادي حيث تعد الفلوجة احدى المدن الرئيسة التي يسيطر عليها داعش وتعد مركزا استراتيجيا مهما للتنظيم وافاد مراسل الحرة في بغداد بتمكن القوات الامنية من السيطرة على المناطق المحاذية للرمادي غربية سامراء والمناطق الجنوبية للمدينة سيطرة داعش على الطرق الرئيسة غربية البلاد والعمليات العسكرية أدتا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم أو المحاصرة من قبله حيث تشهد المناطق الغربية للعراق إضافة إلى تدفق النازحين بكثرة باتجاه جنوب وشمالي البلاد أوضاعا إنسانية سيئة للغاية ما دعا سكان عدد من تلك المناطق ومنها منطقة حديثة إلى توجيه نداءات استغاثة عبر وسائل الإعلام نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية حيث وصل سعر كيس الطحين والذي لا يتجاوز سعره 15 دولارا في بغداد إلى أكثر من 700 دولار أمريكي في تلك المناطق